بسم الله الرحمة الرحيم أهلا بكم عزيزيزي نفسيين و عزيزيزيزيزيزي نفسدين في كل مكان صهرة رياضية جديدة ملعب قناة تيمي سفورس دائما و 합دا معكم كل الأخبار والانفراضات والكواليس وحلقة في غاية الأهمية هنتكلم كتير جدا عن منتخبنا الوطني عن فرصه عن المنتخبات العشرة التي تأهلت سواء من التصنيف الأول أو من التصنيف التاني فهل سأقولك التصنيف التاني عندك كاميرون عندك مالي عندك مصر عندك الكنغو كلها منتخبات تقيلة يعني بش حاجة منتخب غانة دول التصنيف التاني التصنيف الاول عندك تونس الجزائر المغرب عندك السنغان ناجر الدنيا قريبة جدا حفصصها لكم النهاردة عشان تعرفوا انها تعتمد بس على رجلتنا وجدعنتنا في 180 دقيقة 90 دقيقة في مصر و90 دقيقة خارج مصر وحنتواقع مع بعض المنتخب اللي هنلعبوا باذن الله كمان هنتكلم عن بعض القضايا الرياضية الخاصة بالانتخابات في الاندية الرياضية والاتحادات وحنتكلم عن الاهل وهنتكلم عن الزمالك وهنتكلم عن الاسماعيلي وهنتكلم على عودة الدور العام اللي هيعود يوم الخميس المقبل باذن الله موقف الفرق والتوقعات ايضا بطولة كأس العرب اللعب الجدد اللي بيشاركه مع منتخبنا الوطني قصة راضي او مش راضي عن كيروش ما بحبش انا الحكم السريع لكن في كل الاحوال احنا عندنا 14 بنت والمنافس المنتخب الجابوني 7 والمنتخب الليبي 7 والمنتخب الانجولي 5 نقاط يعني احنا ضب النقاط للمنافسين لنا هشراك حليتنا النهاردة مع شبير من المنتخب اللي بتتوقع انه يواجه مصر في المرحلة النهائية لتصفات المونديال هنرى كتير من رسائل حضراتكم النهاردة لما تبعتونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا